بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب يعطيكم ألف عافية هاي دورة بسيطة بنقدمها لكم حقيقة جاءت بدافع من الطلاب يعني هم اللي دفعوني إلها كثير طلاب قاعدين ندحكم معي يا أستاذ في مجال نحل أسئلة الوزارة بالذات أسئلة موضوعية فقررت في الأخير أني أعمل هاي الدورة وحتكون موجودة إن شاء الله بسعر رمزي جدا جدا في متناول الجميع أهمية الدورة بتعرفك على أسئلة الوزارة وأنماتها طبعا هاي الدورة بتفيد الطلابي والطلابي اللي مش عندي حتى لو أنت كنت عند أستاذ فاني ما أخذ المادة واحترام لكل المعلمين طبعا أفاضل بتقدر تستفيد من هاي الدورة أن تعزز المادة اللي أنت ما أخذها من خلال حل العديد العديد من المسائل الوزارة بإذن الله تعالى رح نحل مجموعة كبيرة جدا من هاي المسائل وطبعا الفائدة رح تكون وين حتى الطلاب اللي ما كانوا معاي في حصص التفاعلية أو المسجلة أنا رح من خلال الأسئلة رح أستغل بعض النقاط المهمة أشرحها أوضح وين المشاكل عند الطلاب إيش الأخطاء والحفوات اللي بيقعوا فيها وأراجع بعض المفاهيم الرئيسية والأفكار الحامة جدا في المادة من خلال الأسئلة بإذن الله تعالى فكونوا معنا بإذن الله رح تكون هاي الدورة متوفرة على الجو أكاديمي على بركة الله نبدأ طبعا أول شيء بدأتكلم في ألوياكم الأسئلة طبعا هاي الدوسية يعني ضروري تكون في متناول اليد يعني لازم تكون الدوسية هاي عندك أنت في البيت عشان تقدر تتبع معاي نبدأ بالمسائل الموضوعية البين إيدنا مقدار المجال الناشئ عن شحنة نقطية موضوعة في الهواء على بعد فا منها يعتمد على طبعا هون أنت بتتكلم عن مقدار المجال الكهربائي كلنا بنعرف أن المجال الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية العلاقة طبعته ميم تساوي ألف شين على فا تربية الحقيقة العوامل التي بتعتمد عليها قيمة المجال مقدار الشحنة طرديا وعكسيا مع مربع المسافة وتعتمد على ثابت ألف اللي هو سماحية الوسط إبسلا لكن إشارة الشحنة ليس لها أي وجود يعني إشارة الشحنة لا تعود في قانون المجال يعني هي ليس لها تأثير على قيمة المجال الكهربائي نرجع لسؤالنا مقدار المجال هل يعتمد على نوع الشحنة المولدة لا النوع يعني موجب أو سالب طيب مقدار شحنة الاختبار برضو لا يا جماعة إحنا حكينا أنه هاي هي الشحنة النقطية المولدة للمجال وهاي عندي نقطة بالقرب منها خلينا نسميها مثلا ها المجال الكهربائي عند هاي النقطة لا يعتمد على شحنة الاختبار التي توضع عند النقطة فقط يعتمد على الشحنة المولدة إذن مقدار شحنة الاختبار لا نوع شحنة الاختبار برضو لا مقدار الشحنة المولدة المجال نعم صحيح أوكي معتمدا على البيانات المثبتة في الشكل المجاور والذي يبين التمثيل البياني للعلاقة بين المجال الكهربائي الناشئ عن شحنة كهربائية والبعد عنها فإن مقدار الشحنة المولدة للمجال بوحدة مايكرو كولوم طيب يا جماعة إحنا عنا معلومات عن رسمة بدي من خلالها أحاول أطلع مقدار الشحنة اللي ولدت المجال طبعا قانون المجال الكهربائي المجال الناجم عن شحنة القطية ميم يساوي ألف شين على فتربية خلينا نختار نقطة يكون المجال عندها معلوم يعني مثلا نختار النقطة هاي اللي بتحبهم بينها النقطة التي تبعد 2 سنتيمتر المجال عندها كم هو 36 بس لا تنسى 10 أس 5 إيش معنات ميم برب 10 أس 5 هاي معناته كل قيمة على الصادات مضروبة بـ 10 أس 5 هاي نبدأ نعوض المجال 36 في 10 أس 5 بنعوضه 36 في 10 أس 5 ألف 9 في 10 قوة 9 الشحنة المولدة 30 على مربع المسافة اللي هي 2 سنتيمتر تربية لا تنسوا يا شباب 2 سنتيمتر عشان انت تربحها تربية بتصير عندك 2 في 10 قوة سالب 2 الكل تربية يعني 4 في 10 قوة سالب 4 هيك صارت متر تربية يلا 4 في 10 قوة سالب 4 أوكي الآن على 9 فيها 1 على 9 فيها 4 أضرب تبادلي 4 بـ 4 16 في 10 قوة 1 وإقسم على الأس أرفعه وبطلع عندنا الآتي الآن 4 بـ 4 16 وعندك 10 أس 5 و10 أس 4 و10 أس 1 اقسم على 10 أس 9 فبطلع الشحنة شين تساوي 16 في 10 قوة سالب 18 لكن عفوا سالب 8 آسف حكيت سالب 18 هي سالب 8 لكن هو شو بدي إياها يا شباب وحدة المايكرو لا تنسى إنه المايكرو بعني 10 أسالب 6 فأنا كيف ممكن أخليها بوحدة المايكرو هاي ممكن أكتب هايك أفك العشرة أسالب 8 لجزئين 16 في عشرة أس سالب 6 في عشرة أس سالب 2 الآن السالب 6 هاي اللي هي اسمها المايكرو هاي قيمة المايكرو معناته صار عندي 16 مايكرو 16 مايكرو في عشرة قوة سالب 2 مايكرو طبعا العشرة أس سالب 2 إذا بتطلع الإجابات ما في عندك عشرة أس سالب 2 بس في عندك 16% ما هي هاي نفسها ما هي هاي نفسها شو بتصير 16 بالمية مايكرو مايكرو خليني بس للتذكير أذكركم بشغلة هاي نفسها الستاش مايكرو طبعا في عشرة قوة سالب 2 العشرة قوة سالب 2 بتقدر تتخيلها 16 ضرب واحد على مية هيك العشرة والسالب 2 يعني بتصفي عندك 16 بالمية مايكرو بس للتذكير أنا متأكدا لمعظمكم مميزين في هذا الموضوع والتحويلات هاي أتوقع سهلة جدا عليكم إذا شو الجواب بدي يطلع بها اوكي نكمل طيب اجينا لسؤال رقم 3 معتمدا على البيالات المثبتة في الشكل المجاور الذي يبين شحنة نقطية سالبة موضوعة على أحد رؤوس المثلث القائم ألف بادر اتجاه المجال الكهربائي عند النقطة ألف يصنع زاوية مع المحور السيني كم مقداره بس أنا فيه تعديل يا أخوان فيه خطأ يعني خطأ مطبع طبعا هو أنه جات السبعة وثلاثين بالله يتعدلوها لو سمحتوا لمعه الدوسية ثمانية من عشرة وجيب السبعة وثلاثين هو الستة من عشرة تمام التمام طيب الآن يا جماعة أول شغل بنعملها بدنا نختبر اتجاه المجال هو حكي لي أنه حاطط شحنة عند النقطة دال سالبة إحنا شو بنعمل بنحط شحنة اختبارية عنده ألف موجبة فالشحنة السالبة اللي عنده دال بتجذب الشحنة الاختبارية عندها هاي اتجاه المجال طبعا أنا بحكي للطلاب دائما أنه عند النقطة هاي ألف خلينا نعمل مستوى ديكارتي عشان أشوف الزاوية اللي بصنحها المجال مع اللي هو محور السينات الموجب خلينا نعمل مستوى صغير يلا هاي السينات وهااي الصادات تمام تمام طب الآن فعليا إحنا عنيه زاوية اللي بدنا إياها إحنا بدنا الزاوية اللي بصنحها المجال حكينا مع السينات الموجبة يعني هاي السينة الموجب هذا اسمه سينة موجب الزاوية هاي هي ممتاز عشان تعرف هاي الزاوية خلينا نعرف الزاوية اللي هي المكملة أو اللي هي اللي بصنحها المجال مع السينات السالب يعني قصد لأنها هاي الزاوية خلينا نحاول نعرف هاي الزاوية لاحظ انه هاي الزاوية بتشبه هاي صح ايوه طب هيا ترى كم الزاوية خلينا نحاوي نفكر لاحظوا انه هذا مثلت مشهور بالنسبة لكم هايو هاي المثلت اللي هو ثلاث أربعة خمسة فاذا بدك تعرف انت هاي الزاوية كم لاحظ انه جيبها جيب الزاوية خلينا نسميها فيتاي الجيب يساوي المقابل على الوطر ثلاثة على خمسة عشان نحوله لكسر عشري علمت الطلاب وبرجع بحكي أجمل مقام الخمسة لانه انت بسهولة تقدر تحوله لعشرة اضربه باثنين المقام والبس باثنين فبصير عندك ضرب اثنين ضرب اثنين تطلع ستة على عشرة اللي هي ستة بالعشرة طب يا ترى ايش الزاوية اللي جيبها ستة من عشرة واضح ان الزاوية اللي جيبها ستة من عشرة معطينيها سبعة وثلاثين معناته هاي الزاوية سبعة وثلاثين ممتاز معناته هاي الزاوية مرضو كام سبعة وثلاثين اذا الزاوية كاملة من السينات الموجبة لعند المجال هتكون مية وثمانين لهون مية وثمانين زيد سبعة وثلاثين يعني مية وثمانين زائد سبعة وثلاثين سبعة هاي عندك هون احداش واحد ميتين وسبعتاش اذا الجواب ميتين وسبعتاش ممتاز اتوقع واضح لامور هيك نكمل الان نتابع نشوف سؤال رقم اربعة سؤال اربعة من الاسئلة الشوية دقيلة حلناه حليته انا على اليوتيوب نزلتلكم اياه بسه احنا نرجع نحله معتمدا عن البيانات المثبتة في الشكل المجاور والذي يبين صفيحتين موصلتين سين وصاب مشحونتين متوازيتين وضع جسيم مشحون في المنتصف في منتصف المسافة فاتزم لان هذا الجسيم يا اخوان حسب الكلام موجود في المنتصف طب المسافة كلها اي قديش معطيني اياها 18 سانتي معناته من المنتصف للصفيحة العلوية او حتى للصفيحة السفلية قديش المسافة 9 سامتنم نص راح تكون صح ولا لا النص ماشي طيب شو بقول اذا اكس اتجاه المجال بين الصفيحتين فان الزمن الذي يحتاجه لكي يصل الى الصفيحة سين بالتانية ايش هو طيب معلاش احنا مضطرين نشتغل على whiteboard هذا السؤال حقيقة انه سؤال جيد يعني بستاهل انه نهتم فيه اكثر هاي الصفيحتين الصفيحة اللي فوق اسمها صاد والصفيحة اللي تحت اسمها سين والمسافة اللي فاصلة غيرهم قد ياش هي 18 ليل المتر هو راسم للمجال الكهربائي بهذا الشكل هذا اتجاه المجال الكهربائي وهاي الجسين متزن في البداية هو قيل لي انه متزن طيب طالما متزن الجسين طالما متزن معناه تأكيد تأثر عليه تحته اكيد احنا متأكدين الوزن وبالتأكيد حتى يتزن لازم تكون القوة الكهربائية المؤثرة عليه للأعلى فشرط الاتزان او بقول من الاتزان من الاتزان فانه القوة الكهربائية تساوي الوزن واو يعني شحلة الجسم ضرب المجال يساوي الوزن كافيجيو ماشا الان هو شو اللي بقول انه انعكس المجال هسا لما انعكس المجال هيك المجال صار هاي المجال بتحت هذا الجسم طبعا واضح جدا انه شحنته نوحه موجبة لانه اذا القوة الكهربائية والمجال في نفس الاتجاه معناته بالتأكيد الشحنة نوحه موجبة طبعا لما نعكس هاي الشحنة موجبة شو صار عندي لتحت الوزن واو وشو كمان عندنا القوة الكهربائية صاروا في نفس الاتجاه القوة الكهربائية والوزن صاروا ويش ماذا في نفس الاتجاه فاول شغل عشان نعرف الزمن اللازم حتى يصل من المنتصف للصفيحة السالبة اول شغل ابدأ عمالها بدأ حاوله طلع التسارع التسارع هون ممنوع احكي والله التسارع يساوي شين في ميم على كاف هذا الحكي استخدامه غلطه ليش لانه هون في عندي قوتين بأطلوه هو ما اهمل للوزن لم يهمل للوزن ما حكى لي ان الجسم ذري ها طيب فبننا نرجع نحكي عشان طلع التسارع محصلة القوة تساوي كاف فيتا طب شو محصلة القوة اللي هي عبارة عن القوة الكهربائية زائد الوزن واو يساوي كاف فيتا قوة الكهربائية اللي هي شين في ميم الوزن اللي هو كاف فيتا يساوي كاف فيتا معناته ايش اللي صار عندنا هلا اتنين كاف جين يساوي كاف فيتا كاف مع كاف طارت معناته ببساطة التسارع يساوي ضعف تسارع السقوط الحر تا يساوي اتنين جين بجوز يا شباب هاي علقت عليها انا سواء في حصصي المصورة او تفاعلية او حتى في اليوتيوب لما شرحته وتلكم هاي بتقدروا تعتبروها قاعدة هاي بنقدر نعتبرها قاعدة هايها هاي قاعدة ممكن تستخدمها في اسئلة بضع دائرة بشكل سريع شو بتقول انه اذا اتزن جسم تحت تأثير وزنه طبعا جسم مشحون اكيد ها جسم مشحون تحت تأثير وزنه و القوة الكهربائية فاذا عكس المجال فان الجسم يكسب تصارع تا يساوي اتنين جيم هاي ممكن نعتبرها يا اخوان قاعدة سريعة نستخدمها في حل المسائل دايريكت بدون اثبات يعني هذا لو كان سأل ضع دائرة اما اذا سأل مقالة اكيد لا بدك تبين ماشي طب احنا هسا عرف للتصارع اتنين جيم يعني كم اتنين جيم يعني اتنين في عشرة يعني عشرين متر لكل ثانية تربيع عشرين متر لكل ثانية تربيع اوكي طب بنرجع هلا احنا بدنا قديش بدنا الزمن الزمن اللازم حتى يقطع المسافة من المنتصف للصفيحة السالبة يعني اللي هو حتى يقطع مسافة كم هي تسعة ميلي متر طب القضية سهلة بنرجع لمعادلات الحركة المعروفة يعني انت عندك الازاحة المقطوعة ممكن نسميها فا او دلتا سين تساوي السرعة الابتدائية في الزمن زائد نص تا زين تربيع السرعة الابتدائية صفر هو كان الجسم ساكن متزن يعني انطلق من السكون لما قلبت المجال انت انطلق الجسم من حالة السكون يعني السرعة الاولى لقيده صفر السرعة الاولى صفر يلا المسافة المقطوعة تسعة ميلي متر تسعة في عشرة قوة سالم ثلاث يساوي نص ضرب التسارع اللي هو حكينا عشرين ضرب الزمن تربيع تامم طيب اثنين مع عشرين بعطيك عشرة اقسم على القص وصفر عندك زين تربيع تساوي تسعة في عشرة قوة سالم اربعة معناته خذ الجدر صفر ثلاث في عشرة قوة سالم ثلاث يعني الجواب ثلاثة بالمية ثانية بس اذا الجواب ثلاثة بالمية تمام تمام ثلاثة بالمية هذا جواب سؤال بقول ينشأ مجال كهربائي في الحيز بين صفحتين موصلتين متوازيتين مشحونتين يعني يبن آخر كأنه بتكلم عن اللي هو صفحتين مواسع صفحة موجبة وصفحة سالبة ينشأ بينهم مجال كهربائي ماشا طيب بقول فإذا أصبح البعد بين الصفحتين نصف ما كان عليه أصبح البعد بين الصفحتين نصف ما كان عليه والشحلة الكهربائية نصف ما كانت عليه فإنه مقدار المجال في الحقيقة يا جماعة البعد ما بيأثر لأنه هو مثلا مش حكي لي أن الصفحتين متصلتين ببطارية أو لا يعني طالما مش حكي معناته خلص هم مش متصلين معناته البعد ما اللي دخل في الموضوع هنا الشحنة الكهربائية قلق لنصف طيب ما هو المجال مين يساوي أصلا سيجما على إنسلن صح ولا لا طيب وسيجما تساوي الشحنة على المساحة هو اللي قل البعد دير بالك مقدار البعد اللي تغير مش المساحة بس الشحنة قلق لنص فبيقدر نقول له الشحنة الجديدة صارت نصف شين فإذا صارت نصف شين معناته أكيد سيجما الجديدة بتصير نص شين على ألف يعني بالعربي صارت نص سيجما وإذا سيجما الجديدة نص سيجما معناته المجال الجديد أصبح نص مين يقل إلى النصف معناته يا جباب الجواب ألف يقل إلى النصف تمام خلينا نشوف كمان مسألة وضعت أربع شحنات موجبة عند رؤوس المربع ألف با جيم دال كما يوضح الشكل المجاور يكون اتجاه المجال الكهربائي عندك أربع شحنات شين ثمين شين ثلاث شين أربع شين يكون اتجاه المجال المحصل عند النقطة مين يا شباب شو رايكو بنعتبر أنه الشحلة الوحدة شين هاي بتولد مجال اسمه مين عند المركز المسافات متساوية طبعا خلينا نقول الشحلة شين بتولد مجال اسمه مين طيب تعالي نحدد الاتجاهات الآن الشحلة شين لو هي موجبة أوكي حكيني إنها موجبة حط لك شحلة اختبارية في المنتصف هاي رح تولد مجال هي قيمته مين هاي مين طب اللي قبال هالث ثلاث شين معلاته رح تولد ثلاثة ميم هاي ثلاثة ميم أوكي هاي اثنين ميم بتولد مجال هيك هاي اثنين ميم وهاي اربعة شين بتولد اربعة اربعة ميم ممتاز معلاته معلاته إذا أجينا نقلع المحصلات النهائية هلأ ميم وثلاثة ميم اللي قبال بعض محصلتهم اثنين ميم باتجاه شين يعني هاي اثنين ميم هلأ عندك اثنين ميم واربعة ميم عكس بعض محصلتهم اطلع اثنين ميم باتجاه بار هاي اثنين ميم هذول المجالين قد بعض معلاته محصلتهم شو حكينا ما يكون المجالين قد بعض محصلتهم في المنتصف يعني المحصلة هتكون هيك بهذا الشكل هذا المجال المحصل في المنتصف المنتصف شو هو طليع صادي موجب نحو صادي موجب ممتاز انتابع وضعت جسين شحنته اثنين في عشر قوة ناقص تسعة كولوم بين صفيحتين هاي شحنت الجسين بين صفيحتين موصلتين متوازيتين مشحونتين بشحنتين متساويتين ومختلفتين في النوع اذا علمت ان البعد بين الصفيحتين اثنين سنتيمتر وفرق الجهد بينهما خمسة كيلو فولت شو يعني خمسة كيلو يعني خمسة في الف يعني خمس آلاف فولت فرق الجهد بين الصفيحتين فان مقدار القوة الكهربائية المؤثرة في الجسم بالنيوتن يعني بدك تتخيل انه عندك هاي صفيحتين وحطين بينهم شحنة هاي موزبة وهاي سالبة حطينا بينهم جسين مشحون لو فرضناه هو موزب مطينيا طبعا هاي عندي مجال كهربائي ميم سيتأثر هذا الجسين بقوة كهربائية قف هلأ شو قانون القوة الكهربائية القوة الكهربائية هي شحنة الجسين ضرب المجال المؤثر عليه صح ولا لا طيب المجال المؤثر عليه يا ناس كيف ننطلعه معطيك البعد بين الصفيحتين ومعطيك فرق الجهد بينهم معناته ببساطة بدك تستخدم المجال ميم يساوي فرق الجهد بين الصفيحتين على المسافة يعني فرق الجهد خمسة آلاف على المسافة بين الصفيحتين ثنين في عشرة قوة سالب ثنين يعني الفين وخمسمية في عشرة قوة ارفع الأصل ثنين في عشرة قوة ثنين يعني خمسة وعشرين في عشرة قوة أربعة فولت لكل متر أو نيوتل لكل كولو معناته الشحنة اللي هي عبارة عن ثنين في عشرة قوة ناقص تسعة عش ضرب المجال اللي هو خمسة وعشرين في عشرة قوة أربعة الجواب خمسين في عشرة قوة سالب تساطاش وموجب أربعة عشرة قوة سالب خمسطاش أو لو شلنا صفر شو بتصف عندك بتصير عندك خلينا اكتب عيهون هاي بتصير عندك خمسة في عشرة قوة سالب أربعة اليوتن إذن إيش هو الجواب الجواب ألف خمسة في عشرة قوة سالب أربعة عش تمام تمام أوكي يلا خلينا أنا وياكم نشوف مسألة ثانية سؤال رقم ثمانية يبين الشكل المجاور العلاقة البيانية بين المجال الناشئ عن شحنة نقطية والبعد عنها المقدار الشحنة المولدة للمجال بالكولوم طيب حلينا زيه هذا السؤال مباشر بدك تستخدم العلاقة مين تساوي ألف شين على فاتر بيع بسألهم اللي فوق حلينا أصعب شوية إنه حاكي بده المجال أو الشحنة بوحدة المايكل خلينا نأخذ مثلا هاي النقطة المجال أربعمية وخمسين وألف تسعة بعشرة قوة تسعة وهاي شين على فاتربيع 2 من 10 تربيع اللي هي 2 في 10 قوة سالب 1 الكل تربيع يعني 4 في 10 قوة سالب 2 فهاي 4 في 10 قوة سالب 2 خلينا نزبط الأوضاع 9 مع 45 0 بعطيه 50 أضرب تبادلي بس صير عندك 4 ضرب 50 200 في 10 قوة سالب 2 تساوي 10 أس 9 20 اقسم على الأس وارفعه بطلع عندك شين تساوي وشين الأصفار صير عندك 2 في 10 قوة لو شن الصفرين هدول مع الأس سالب 2 بصرف 10 أس كم أس صفر يعني 1 اقسم على الأص بصير 10 أس سالب 9 كولوم يعني 2 في 10 قوة ناقص 9 كولوم اللي هو الجواب واضح جدا أنه دل ماشي تكمل الآن السؤال 9 بشعة بقول في الشكل المجاور يتحرك إلكترون بين صفحتين موصلتين متوازيتين بشحونتين 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 للآخر هي مقدارا ومختلفتين في النوع المجال بين الصفحتين شو اتجاهه طبعا في حرف ها هون برضه هو مش ها هو لازم يكون بار من دال إلى بار هيك خلينا شوف يا جماعة ببساطة هذا إلكترون الإلكترون طالما انحرف للأعلى طالما انحراف الإلكترون كان للأعلى معناته أكيد القوة اللي أثرت على الإلكترون لو إلا الأعلى أثر عليه قوة لفوق طب إذا القوة للأعلى وهو سالب اللي كانوا معاي بعرفوا القاعدة الثلاثية 3N1 اللي هو يعرف 2 بطالك الثالث إعرف نوع الشحنة واتجاه المجال بطلع لك اتجاه القوة اعرف نوع الشحنة واتجاه القوة بتطعلك اتجاه المجال اعرف اتجاه المجال واتجاه القوة بتعرف نوع الشحنة هذا حكي حكينا في شارح الحصص على كل حال اعيد مرة ثانية هاي الشحنة نوحها سالب القوة الكهربائية المؤثرة عليه للأعلى صح؟ القوة المؤثرة للأعلى معناها تأكيد المجال شو بدي يكون لان الشحنة سالبة القوة اكيد عكس المجال بما ان الشحنة سالبة اذا قوة عكس المجال طب القوة للأعلى معنات المجال للأسفل شو معنات للأسفل معنات المجال اتجاهه من ألف إلى جيم هيك اتجاه المجال من ألف إلى جيم هذا الجواب ماشي مكمل بقول السؤال في الشكل المجاور صفيحتان متواجيتان مشحونتان بشحنتين متساويتين إلى آخره صفيحة داي موسع عند مقارنة قيم المجال الكهربائي عند النقاط سين صادعين فإنها تكون على إحدى الصور الآتية دينوا بالكم هذا سؤال خطير وقعت الطلاب في الفخ فيه أكثر من مرة بسأل عن إيه شوه بسأل عن المجال عند مقارنة قيم المجال مش الجهد طالما مجال هو بتكلم عن مجال منتظم المجال شو معنات مجال منتظم يعني متساوي عند كل النقاط يعني المجال عنده سين وصادعين شو ماله متساوي الجواب بار طيب كمان مسألة بقول السؤال وضعت شحنة نقطية 2 في 10 قوة ناقص 6 كولوم عنده نقطة في المجال الكهربائي فاختزنت طاقة وضع 4 في 10 قوة سالة 5 يعني معطيني الشحنة ومعطيني طاقة الوضع الكهربائي المختزنة فيها إذا أزيلت الشحنة السابقة ووضع مكانها شحنة نقطية أخرى مقدارها يساوي مثلي مقدار الشحنة يعني الشحنة الموضوعة صارت دبل فإن الجهد يا جماعة هل الشحنة الموضوعة تؤثر على الجهد؟ لا الشحنة التي يتوضع عنده نقطة لا تؤثر على الجهد هاي الشحنة الموضوعة لا تؤثر على الجهد لأنه إذا بدكم أذكركم أذكركم لما كنا عرفنا الجهد عنده نقطة شو كان وعبارة عن طاقة الوضع المختزنة في شحنة تقسيم الشحنة الموضوعة قلنا بتضل النسبة بينهم شو مالها ثابتة لا تتغير قيمة الجهد عنده نقطة بتغير الشحنة الموضوعة مهما غيرنا الشحنة الموضوعة تتغير الطاقة معها إذا الشحنة ضاعفت الطاقة بتبضاعف الشحنة صارت 3 أمثال الطاقة 3 أمثال معناته أنا إذا قدرت أحسب الجهد من خلال المعطيات خلص انتهى يعني من المعطيات السؤال من المعطيات طاقة الوضع المختزنة في شحنة توضع عنده نقطة هي الشحنة في الجهد عنده تلك النقطة طيب الجهد يساوي طاقة الوضع المختزنة في الشحنة تقسيم الشحنة طاقة الوضع كم معطيني اياها؟ 4 في 10 قوة سالب 5 هسا الشحنة الموضوعة 2 في 10 قوة ناقص 6 يعني بتصفي عندك 20 فولت 20 فولت بس هاي كل القضية اذا الجهد عنده تلك النقطة يساوي 20 فولت هلا لو غيرنا الشحنة الموضوعة ما بيتغير الجهد بظاله كم هو؟ 20 فولت ماشي نكمل معتمدا على البيانات المثبتة على الشكل طيب شو البيانات؟ عندك مجال منتظم اتجاه سيني موضوعة عندك نقطتين دانوها 4 سنتمتر بقول اذا كان تقعان في مجال كهوبايا قداش معطيني مقداري مجال 500 اذا كان الجهد عنده دال معطيني الجهد عنده دال 5 فولت فان الشغل بالجول الذي تبدله القوة الخارجية لنقل بروتل من اللا نهاية الها شغل القوة الخارجية من اللا نهاية الها نقل بروتل طب خلينا نكتب قانون الشغل بدو اياه قلنا الشغل الخارجي كلكم بتعرفوا من اللا نهاية الها يساوي الشحنة المنقولة اللي هي البروتون في الجهد عندها ناقص الجهد في اللا نهاية تمام كم الجهد في اللا نهاية زيرو صح ولا لا طيب هلأ بظل بدي الجهد عندها الجهد عنده النقطة اه من وين ممكن اجيبه معاي الجهد عنده دال معاي الجهد عنده دال ومعاي المجال ومعاي المسافة من خلال فرق الجهد قلنا لإيجاد جهد نقطة واحدة الناس اللي درسوا معاي قلت لكم في المجال المنتظم لا يوجد قانون لحساب الجهد عنده نقطة قانون مخصص للجهد عنده نقطة طب كيف بنطلع يا أستاذ قلنا بنروح بنوجد فرق الجهد بين النقطة اللي بدنا إياها والنقطة المعلومة إذا المرة ثانية في المجال المنتظم لا يوجد قانون يحسب جهد نقطة لوحدها لا القانون فقط مخصص للفرق يعني بقدر أقول الآن أنا إذا بدي الجهد اللهم صلى الله سيدنا محمد إذا بدي الجهد عنده نقطة ها معناها تخليني أحسب فرق الجهد بين ها ودال اللي هو عبارة عن ميم فا ها دال هذا فرق الجهد في مجال منتظم ولا لا هلا الإزاحة من ها لدال لاحظ إنها هي مع المجال يعني جتها الصفر ماشي هلا ها عبارة عن جيم ها ناقص جيم دال كم جيم دال خمسة المجال خمسمية المسافة من ها لدال اللي هي أربع سانتي أربع في عشر قوة سالب تنين جتها الصفر واحد هلا الصفرين بروحوا بظل خمسة بأربع عشرين ودي الخمسة لغات وبصير عندك الجهد عندها يساوي خمسة وعشرين بولت هذا الجهد عندها نقطة ها ماشي تعالوا نعوض بصين شحنة البروتون اللي هي واحد وستة في عشرة قوة سالب تسعتاش تعطى في الثوابط طبعا هي الآن الجهد عندها نقطة ها خمسة وعشرين ناقص صفر طيب بطلع لنا خمسة بواحد ستة ثمانية في خمسة ثمانية في خمسة أربعين يعني تطلع عندك ها عبارة عن أربعين في عشرة قوة سالب تسعتاش يعني أربعة في عشرة قوة سالب ثمانتاش جول يعني الجواب ألف ماشي الجواب ألف نكمل الآن خلينا نشوف عند نقل إلكترون من النقطة نون إلى النقطة واو باتجاه موازي لخطوط المجال طيب إذا زادت الطاقة زادت طاقة الوضع الكهربائية له طيب يا جماعة كلنا بنعرف أنه لما تزيد الطاقة لما تزيد طاقة الوضع معناته قوة خارجية المحركة المحرك قوة شو ماذا خارجية والقوة الخارجية قلنا بتحرك حركة غير طبيعية غير طبيعية الغير طبيعية طب الإلكترون كيف حركته غير الطبيعية مع المجال الحركة غير الطبيعية الإلكترون حركته غير طبيعية غير طبيعية شو بعلات حركة غير طبيعية معناته مع المجال مع المجال معناته المجال هيك مع الحركة أيوة طيب إذن المجال من حيث المبدأ اتجاهه صيني سالب طيب إنت لما تمشي مع المجال شو بصير للجهد لما تحرك مع اتجاه المجال يقل للجهد مع المجال مع المجال يقل للجهد شو معناته يقل للجهد معناته نون جهد كبير وواو جهد شو ماله صغير إذن مرة ثانية طالما زاد الطاقة الوضع معناته أكيد اللي بيحرق قوة خارجية والقوة الخارجية للإلكترون تلزم لتحركه مع المجال يعني تحركه حركة غير طبيعية مع المجال معناته المجال من نون لو وواو معناته جهد نون أكبر من لو إذن المجال اتجاهه صيني سالب طالما صيني سالب معناته الاحتمال يا جيم يا دال ألف انسا وباء انسا مين جهده أكبر نون جهد نون أكبر النواو إذن الجواب دل هذا سؤال جيد اوكي الآن بقول السؤال معتمداً على البيانات المثبتة على الشكل المجاور إذا علمت أن النقطتين سين وصاد تقعني في مجال الكهربائي للشحنة اللي هي سالب خمسة مايكرو كونوب هاي هي سالب خمسة فعشر قوة ناقص ستين سالب خمسة مايكرو فإن الجهد الكهربائي سين صاد بالبولت إيش بيساوي بسيط كتير ومباشر هذا السؤال يعني جيم سين صاد هو عبارة عن الجهد عنده سين ناقص الجهد عنده صاد بسضل عليك تحسبهم الجهد عنده سين لوحده طبعاً قانون الجهد الناتج عن شحنة نقطية ألف شين علفها يعني تسعة بعشرة قوة تسعة الشحنة المولدة اللي هي سالب خمسة مايكرو كونوب فعشرة قوة ناقص ستة كم بعد سين واحد سانتي واحد في عشرة قوة سالب تنين تسعة بخمسة خمسة عربين سالب خمسة واربين في عشرة قوة ثلاثة واثنين يعني عشرة قوة خمسة فولت هذا الجهد عنده سين والجهد عنده صاد اللي هو عبارة عن تسعة بعشرة قوة تسعة الشحنة سالب خمسة في عشرة قوة ناقص ستة بعد سين بعد ساد عن الشحنة لي خمسة في عشرة قوة سالب ثنين خمسة مع خمسة الصف عندك سالب تسعة في عشرة قوة خمسة فولت إذن فرق الجهد بين سين وصاد اللي هو سالب خمسة واربين في عشرة قوة خمسة ناقص ناقص تسعة في عشرة قوة خمسة الجواب سالب ستة وثلاثين في عشرة قوة خمسة أو اللي هي ممكن نكتبها ثلاثة وستة من عشرة يعني هاي ممكن تصير ثلاثة وستة من عشرة سالب في عشرة قوة ستة الجواب اللي هو برضو إيش ألف أوكي نكمل معكم الآن سؤال بعده يتحرك براطن من السكون يعني السرعة الأولى إلى صفر عند النقطة على الصفيحة الموجي بابا عند النقطة على الصفل يتحرك براطن من ألف إلى ما طيب الآن بقول إذا كان مقدار المجال 9000 يعني هاي معطيك مقدار المجال الكهرباء يمين فإنه مقدار سرعة الجسيم عند وصوله إلى النقطة بايش بيساوي حقيقة بنقدر نشتغل على شغلات كثيرة هذا السؤال بنقدر نحله على معادلات الحركة بنقدر نحله على قانون السرعة اللي هو بتعلق بفرق الجهد جزء أغلب الناس يعتمدوا على معادلات الحركة خلينا أول شنطلق التسارع التسارع هون بضبط نقول له 20 في 100 مع كاف لأنه البروتون عبارة عن جسيم ذري بيكون وزنه مهمل معناته خلص بكافي أحكي له 20 في 100 مع كاف اللي هو القوة على الكتلة 20 سحلة البروتون اللي هي واحد وستة في عشرة قوة سالم 19 المجال معطيك إياه 9000 على الكتلة واحد وستة في عشرة قوة سالم 27 هاي معطيك إياه في السؤال كتلة البروتون ماشي واحد ستة مع واحد ستة صف عندك تلت صفار مع سالم 19 وصف فيه سالم 16 يعني 9 في عشرة قوة سالم 16 وبيجيك 27 27 وسالم 16 ترحم 11 9 في عشرة قوة 11 طبعا هذا التسارع مثل لكل ثانية تربيع الآن إذا بدك السرعة النهائية أنت بعد ما قطع مسافة 5 سنتيمتر ممكن نستخدم عين 2 تربيع تساوي عين 1 تربيع زائد 2 تربيع أوكي فالسرعة الابتدائية اللي هي صفر زائدا 2 ضرب التسارع اللي هو 9 في عشرة قوة 11 المسافة المقطوعة 5 سنتيمتر 5 في عشرة قوة سالة 2 وبيصير عندك الآن 2 مع خمسة هاي عشرة و 10 قص 11 وصير 10 قص 12 يعني 2 في 5 عشرة في 10 قص 11 10 قص 12 10 قص 12 و 10 قص هاي 2 يعني 10 يعني صار عندك عين 2 تربيع اللي هي عبارة عن 9 في 10 قوة 10 خد الجذر صار عندك عين 2 تساوي 3 في 10 قص 5 متر لكل تانية هاي هي عين إذن الجواب ده أنا أحب أحل لكم إياه معلش أحب أحل لكم إياه بطريقة ثانية إذا بتحبوا تعرفوا أنا بنطبق عليه موضوع اللي هو المعادلة هاي اللي استخدمناها في الجهد إن السرعة النهائية تساوي جذر 2 شين جيم على كاف شين شحنة البروتن هون كاف كتلة البروتن بس جيم بدنا نحسب جيم جيم اللي هو فرق الجغل بين الصفحتين رح يكون جيم ممكن بين صفحتين نقول له مين في فا صح ولا لا ببساطة فرق الجغل بين صفحتين مين في فا المجال 9000 9 في 10 قوة 3 والمسافة فا 5 في 10 قوة سالب 2 أفوا 5 في 10 قوة سالب 2 فبصير عندك 45 في 10 قوة 1 يعني 450 طيب 450 ماشي خلينا نشوف فصار عنا هلا جدر 2 ضرب شحنة البروتون اللي هي 1 و 6 في 10 قوة ناقص 19 ضرب الجغل اللي هو 450 على كاف اللي هي 1 و 6 في 10 قوة ناقص 27 1 و 6 مع 1 و 6 راح 2 في 450 900 900 900 مع صفرين داعة القصة 19 تصير 9 في 10 قوة سالب 17 على 10 قوة سالب 27 تحت ارفع ارفع هاو زير موز 27 بتصفي 9 7 9 10 قوة 10 وهاي شو بتطلع 5 أو عفا آسف 3 10 قوة 5 3 10 قوة 5 5 اللي هو الجواب مرة ثانية حي قدامك كان حلين حل باستخدام معادلات الحركة وحل باستخدام اللي هو قوانين الجهد الكهربائي يبين الشكل المجاور صفيحتين موسلتين متوازيتين يعني مواسع من الآخر يتصلان مع مصدر جهد جيم اذا علمت ان مقدار المجال في الحيز بين الصفيحتين مقدار المجال هاي معطيك المجال بين الصفيحتين المواسع دون 375 بالمية في 10 قوة 4 فانه فرق جهد المصدر جهد المصدر هو نفس جهد المواسع يا اخوان جهد المصدر اللي هو البطارية يعني هو نفس جهد المواسع واللي هو بارع المين في فار طب قدياش المجال يا عمي المجال 3 و 75 في 10 قوة 4 ضرب المسافة اللي معطيك اياها 4 في 10 قوة سالب 3 متر 4 ضرب 10 قوة سالب 3 الجواب 3 ضرب او 4 ضرب 3 لحال 12 و 4 ضرب 75 بالمية 75 بالمية 3 اربع 3 اربع ضرب 4 صف 3 3 و 12 15 يعني ببساطة الجواب 15 في 10 اص 1 طلع اقرب واحد عليها انت لو حطيت فاصلة شو بسل عندك 1 اص في 10 قوة 2 بولت اوكي كمل طيب جسيم الفة شحنته مثلي الشحنة الاساسية طبعا كنا بنعرف واللي ما بعرفوش من جماعة الفصل الاول بعرف انه في الفصل الثاني انه الفة جسيم موجب يتسارع في الفراغ بين النقطتين في مجال كهربائي فرق الجهد بين النقطتين 1 في 10 قوة 4 معطيك فرق الجهد بين النقطتين 1 في 10 قوة 4 بده الطاقة الحركية التي يكتسبها الجسيم طبعا نتليش الشحنة الاساسية عن 2 ضرب شحنة الاليكترون او شحنة البروتون هاي اللي هي شحنة الفة شحنة الفة بتساوي 2 ضرب شحنة البروتون ماشي هلا خلينا نتخيل وكأنه البروتون او الالفة هاي هتتحرك طالما بتتسارم عن طيب تتحرك بفعل القوة الكهربائية خلينا نقول انتقلت من الوضع الف الى الوضع با وهاي الفة الموجبة تمام هلا هو معطيك فرق الجغل بين النقطتين اللي انتقلت بينهم 1 في 10 قوة 4 يعني هو معطيك انه جيم الف با كأنه 1 في 10 قوة 4 طيب الآن التغير في الطاقة الحركية لالفة يعني طاقة الحركة لالفة عنده با ناقص طاقة الحركة عنده الف تساوي الشغل الكهربائي المبذول يعني سالب الشحنة المنقولة ضرب فرق الجغل بين با و الف إذا متذكرين قانون الشغل الكهربائي هاي أذكركم هو احنا بنحكي انه دلت الطاقة الحركية تساوي الشغل القوة الكهربائية من الف الى با أوكي يعني اللي هي عبارة عن ايش ضرب جيم بألف تمام طب أنا بألف انه جيم ألف با من السؤال واحد في عشرة قوة أربعة طب بألف سالبه صح ولا لا يعني بصير عندك سالب شحنة جسيم ألف هلا اللي هي ضعف شحنة البروتن يعني تنين ضرب شحنة البروتن هي واحد ستة في عشرة قوة سالب تسعة عشرة ضرب معناته بطلع عنا سالب السالب موجب اللي هو ثلاثة واثنين في عشرة قوة سالب خمستعشر هذا جول يا أخوان الطاقة بالإليكترون فولت رقزهم عايش بحكي لكم شباب تعيني الفصل الأول في الفصل رقم سبعة رح نتكلم عن الإليكترون فولت بس هو لأنه الامتحان شامل حب يدخل هذا الموضوع على كل حال أنا بدي أحكي لكم شغلة الطاقة بالإليكترون فولت الإليكترون فولت برمزول ايه فيه إليكترون فولت بنقول القانون هاي رح نجيله في الفصل الثاني الطاقة بالإليكترون فولت هي عبارة عن الطاقة بوحدة الجول هاي اللي طلعت معنا تقسيم شحنة الإلكترون يعني ثلاثة واثنين في عشرة قوة سالب خمسطعش على واحد وستة في عشرة قوة سالب تسعتاش هلأ بعد الإختصار وجينا اختصرنا ثلاثة واثنين مع واحد وستة شو بظل عندك اثنين وارفع القص صير اثنين في عشرة قوة أربعة إي ذي إليكترون فولت يعني الجواب أمامكم هاي طح ممتاز نتابع الآن تعالوا نشوف مع بعض اللي هو سؤال رقم 18 18 بقول الجغد الكهربائي عند النقطة ها في الشكل المجاور يساوي إيش الجغد عندها لاحظ شحنتين قد بعض ونفس المسافة فالجغد عندها شو بكون مجموع الجغدين الجغد عن الأولى ألف شين على ف زائد الجغد عن الثانية ألف شين على ف يعني مين ألف شين على ف يعني الجواب ألف كمل الشكل المجاور إذا علمت أن مقدار المجال خمسة فولت لكل متر وليس متر تربيع هذا خطأ مطبعي فإن التغير في طاقة الوضع الكهربائية لشحنة موجبة مقدارها 2 في 10 قوة سالة 6 عند نقلها بسرعة ثابتة قلنا لما يكون سرعة ثابتة معنا تأكيد مين اللي حرك قوة خارجية من النقطة لام إلى النقطة سين طيح بده اللي هو التغير في طاقة الوضع طيح يا عمي التغير في طاقة الوضع للشحنة هون يساوي الشغل الخارجي طب والشغل الخارجي من وين لأ وين حكى هو بدين نقول بدين نقول من لام إلى سين من لام إلى سين يساوي يساوي الشحنة المنقولة في جيم سين لام ماشي جيم سين لام طيب خلينا نفتش ألو إياكم على جيم سين لام الحقيقة جيم سين لام أسهل طريق يعني ممكن نمشي عبره من سين لها للام وممكن من سين للام دايريك بس أنا حابب الطريق هذا أريح طريق اللي هو من سين لصاد من صاد للام لسيما أنه هاي الزاوية بين الإزاحة صاد لام والمجال تسعين درجة بطلع جتها بتسعين صفر يعني جيم سين لام عبارة بدأ قسمك اسمين جيم سين صاد زائد جيم صاد لام جيم سين صاد اللي هو طبعا جتها صفر ليش لأنه الإزاحة من سين لصاد والمجال مع بعض صح ولا لا زائد هاي عبارة عن مين فصاد لام في جتها تسعين هاي إزاحة صاد لام والمجال زاوية تسعين جتها تسعين صفر يعني هذا كله روح صفر ها فبصف عندك المجال خمسة والإزاحة من سين لصاد ستة سانتي ستة في عشر قوة سالب تنين وجتها صفر واحد الجواب بطلع ثلاثين في عشر قوة سالب تنين ممتاز يعني بتقدر تحط ثلاثة في عشر قوة سالب واحد فولت تعالوا نعوض إذن شو صار عندي هلأ الشحنة المنقولة كانت اثنين في عشر قوة سالب ستة فرق الجهد بين سين ولا طلع ثلاث في عشر قوة سالب واحد النتيجة ستة في عشر قوة سالب سبعة جول ستة في عشر قوة سالب سبعة جول الجواب أليف تمام تمام في الشكل المجاور مجال كهربائي منتظم يكون جهد النقطة أكبر من جهد النقطة دال بمقدار كم جهد دال أكبر من بابك بمعناته بدك أنت تحسب فرق الجهد بين با و دال طح جيم با دال يساوي بدلا ما تمشي يعني ممكن تمشي هكي مين فا با دال بصير هوح يلا مين فا با دال جتا ثيتا فا با دال هايها هاي الإزاحة وهي المجال معناته الثيتا زي هاي ستين معناته جتا الستين صح طيب يعني صارت مين فا جتا الستين قديش فرق الجغل دينهم ستين ما هو جهد با أكبر من دال بستين بمين فا جتا ثيتا معناته إذن هاي الجواب أو إذا بدك تكتب هيك جيم با ناقص جيم دال يساوي مين فا جتا الستين يعني بقول جيم با تساوي لو نقلت جيم دال هناك جيم دال زائد مين فا جتا الستين هلأ جيم با يساوي دال زائد هذا المقدار يعني با أكبر من دال بكم با أكبر من دال بكم بهذا المقدار مين فاجة الستين هاي طيب مواسع كهربائي دو صفحتين متوازيتين وصل مع مصدر جهد ثمانين فولت يعني معطيك فرق الجهد اللي موصل معه المواسع جيم حتى شحنة تماما وأصبحت الكتافة السطحية للشحن عليه 17 7 من 10 نانو نانو يعني 10 أقو سال بتسعة بده البعد بين الصفيحتين بالملي بده البعد بالملي طيب هلا معاك فرق الجهد ومعاك الكتافة السطحية للشحنة يعني ممكن نقول إحنا إنه مثلا مثلا شحنة المواسع عشان ندخل سيجما فرجيك يبدأ خلاص هي عبارة عن الجهد في المواسع صح طيب شين تساوي الجهد جيم المواسع بقدر أكتبها ألف إبسلون على فا إيش رايكم شرايكم لو قسمنا على ألف يعني أنا ما أقسم على ألف هون بصير شين على ألف شين على ألف اللي عبارة عن سيجما شو بتساوي صف عندك جيم في إبسلون على فا طيب هو بده فا شرايك نخلي فا موضع القانون نخلي فا موضع القانون نحط هون فا ونجيب هون سيجما وبتصير عندك فا تساوي جيم في إبسلون على سيجما خان معوضي الله جيم قديس جيم فرق الجهة الثمانية إبسلون معطيك ياب يكون في الثواب الثمانية وخمسة وتمانين في عشرة قوة سالب اتناشر على سيجما سبعتاش وسبعة سبعتاش وسبعة نانو يعني في عشرة قوة سالب تسعة هلأ مر علينا هذا الاختصار ثمانية وخمسة وتمانين مع سبعتاش سبعة بعطيك اتنين تحت ثمانية مع اتنين شو بظل عندك أربعة يعني بظل عندك أربعة في عشرة قوة سالب تلات يعني هاي أربعة في عشرة قوة سالب تلاتة متر طبعا العشرة والسالب تلاتة اسمها ملي يعني هاي صارت عبارة عن أربعة ملي هو بده بالملي متر يعني شو الجواب دي يطلع أربعة إذن الجواب ألف يعطيكم العافي حبا يبنا إن شاء الله يكون هذا النظام أعجبكم وبإذن الله مستمرين معكم في حل بقية المسائل يعطيكم ألف عافية ونراكم في الحصة القادمة شكرا للجميع شكرا للمشاهدة